بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتك أعزائي الطلاب أسعد الله مساءكم بكل خير معكم الأستاذ يونس منصور في التقديم وفي الدعم والمساندة لأستاذ حسين المقابل وأستاذ أحمد وأستاذ لهوة خالد نبدأ إن شاء الله اليوم أيضا مع لهوة النوع الثاني من الشركات إذن الآن لازمنا في موضوعنا في الوحدة الثانية والذي كان يدور حول المؤسسات التجارية وذكرنا أن المؤسسات التجارية تنقسم إلى قسمان القسم الأول وتم تم مناولة لهوة الدرس أو الشرح في الحصة السابقة والذي كان يدور أحداثها عن الشركات النوع الأول وهي شركات الأشخاص واليوم إن شاء الله سنكمل مع شركات الأموال وبيننا الفرق بين أو الاعتبار الذي قامت عليه أو مسميات شركات الأشخاص ومسميات شركات الأموال فإلى موضوع درسنا وهو شركات الأموال إذن نبدأ مع الأهداف طبعا هذه التوضيح فقط تناولنا الأشكال القانونية تناولنا شركات الأشخاص اليوم نبدأ مع المقطع الأخير وهي شركات الأموال وهو للتوضيح هو الجزء الأخير من الوحدة الثانية إذن مع أهداف درس شركات الأموال يتوقع من الطالب بعد انتهاء من هذا الدرس أن واحد يعدد أنواع شركات الأموال راح نتعرف على الأنواع وأيضا راح نعمل عملية التصنيف بينها وبين شركات الأشخاص أيضا راح نعرف الشركة المساهمة وهي أحد أنواع شركات الأموال لما لها من أهمية وأيضا راح نمر على مزايا وعيوب الشركة المساهمة عفوا وأيضا راح نختتمها بأهم نقاطنا وهو الهدف الحياتي أن يصنف أنواع الشركات بحسب الأمثلة الحياتية بمعنى إن شاء الله راح نعرض لكم مجموعة من الأمثلة الواقعية ومن خلالها عزيز طالب مطلوب منك أن تحدد نوع الشركة والتي تم أخذها ودراستها خلال هذا الدرس إن شاء الله والدرس السابق والدروس الفائتة إذن مع بداية الدرس طبعا هذا هو المخطط اللي كان يوضح اللي هو النقاط الرئيسية والجوهرية في الوحدة الثانية واللي سمي بيه المخطط المفاهيمي ونعيد ذكر جزء منه ذكرنا أنه نشاط الدولة أو اقتصاد الدولة أو النشاط التجاري ينقسم إلى نوعان القطاع العام والقطاع الخاص القطاع العام بنا أنه تملك الدولة عفوا طبعا ذكرنا أن القطاع العام تملكها الدولة ونقسم إلى ثلاثة أنواع الدوائر الحكومية منظمات الخدمات العامة والشركات العامة وذكرنا من أمثلة الشركات العامة شركات بابكو أيضا ثم انتقلنا وانطلقنا في اللهوة درسنا أو وحدتنا الثانية في القطاع الخاص وذكرنا أننا دائما راح تتمركز وتتركز الوحدة الثانية على القطاع الخاص وتعرفنا على الشركات والمشروعات الفردية وذكرنا مزايا وعيوب المشروعات الفردية ثم انتقلنا إلى الوحدة أو الجزء اللهوة يتعلق بشركات الأشخاص وذكرنا الأمثلة الموجودة وهي شركة التضامن شركة التوصية البسيطة وأيضا الشركة المحاصة بينما اليوم إن شاء الله راح نمر على النوع الثاني مثل ما ذكرنا سابقا وهي شركات الأموال ومن أهمها واحد الشركة المساهمة اثنين شركة التوصية بالأسهم طبعا راح ناخذ المفارقة بين المسمى حتى لا يقع الطالب في الخطأ هناك شركة التوصية البسيطة وهناك شركة التوصية بالأسهم وهما اللهوة يختلفان اختلاف كبير في المسمى والمعنى وأيضا وين موقعها نلاحظ كل واحدة تقع في موقع آخر إذن شركة التوصية البسيطة هي جزء من شركات الأشخاص بينما التوصية بالأسهم هي شركة الأموال أيضا ممكن نعمل مقارنة بين شركة التضامن وشركة المساهمة ونلاحظ أن هناك اللهوة أو أنهما عكس لكل واحد منهم إلى الآخر أيضا من النقاط أو من أنواع الشركات الشركة المقفلة وما هي الشركة المقفلة راح نعرفها إن شاء الله خلال الشراحة القادمة وننتهي بعد الشركة القابضة إذن شباب نتمنى منكم الآن خلال دقيقة أن أمعم في هذا الشكل أو المخطط المفاهمي راح بعدها مباشرة أذكر نشاط فكونوا على الاستعداد فقط دقيقة ونبدأ بالنشاط إذن تمعن خلال أو في هذا الشكل لمدة دقيقة حتى نتعرف على نوع السؤال أو طبيعة السؤال ترجمة نانسي قنقر شارف الوقت على الانتهاء نتمنى أن كل الطلاب قد أمعنا النظر في هذا المخطط المفاهمي الآن راح نبدأ بالنشاط إذن نبدأ مع النشاط من دون تأخير إذن ما المطلوب عزيزي الطالب نلاحظ هنا مجموعة من الشركات نبدأ مع النشاط وكما تعودنا في الدروس السابقة تحريك اللهوة أقولكم أحبائي الطلاب نشاط صنف أنواع الشركات التالية بوضعها في مكانها المناسب طبعا راح نحقق هدفان من هذا النوع الأولا راح نعرف شركات الأموال اللي ذكرها كهدف أول وأيضا نتذكر معلومات الدرس السابق اللي تتحدث عن شركات الأشخاص إذن الآن راح أبدأ معكم بالتدرج مثل ما تعودنا أحبائي الطلاب اللي هو أن نبدأ بي اللي هو الإجابة على رقم واحد إذن فقط أحتاج أن تكتب رقم واحد في شريط المحادثة مع النوع الموجود إذن الآن شركة تضامن هل هي شركة أشخاص أم شركة أموال إذن أبدأ مع رقم واحد فننتظر منكم الإجابة خلال ثلاثين ثانية إذن الآن راح نأخذ مبدأ التحدي والمدة عفوا مدتها ثلاثين ثانية فنبدأ إذن المطلوب أين يمكن أن تقع شركة التضامن هل هي شركة أشخاص أم شركة الأموال بدأت الإجابة تصل بفريق الدعم نشكر القائمين على الدعم والمساندة على الجهود الجبارة واللهوة إعطانا وتزويدنا بالإحصائيات اللي هو باستجابات الطلاب طبعا نبدأ مع الإجابة ومعظم الإجابات كانت صحيحة بلا شك راح تكون في شركات الأشخاص وهي من أهم أنواع الشركات الأشخاص الآن شركة التوصية البسيطة رقم اثنين شركة التوصية عفوا بالأسهم عفوا اعتذر للخطأ الفني شركة التوصية بالأسهم رقم اثنين ننتظر منكم إجابات أحباء الطلاب على شريط المحادثة بدأت الإجابات تصل ويعطيكم العافية معظم الإجابات إجابات صحيحة وكما تعودنا من أحبائنا في مملكتنا الغالية مثابرتهم واهتمامهم من أجل اللهوة التزود بالمعلومات وإن شاء الله رفعت اللهوة اسم المملكة على مستوى دول العالم إذن مع شركة التوصية بالأسهم راح تكون ضمن شركات الأموال إذن ننتقل مباشرة إلى النوع الثالث وهي الشركة المقفلة إذن فقط الآن أريد معرفة أين ممكن تقسيم إلاها أو موقع أو تحديب موقع الشركة المقفلة ومن ثم إن شاء الله راح نتطلق نتطرق إلى معناها ننتظر منكم الإجابة على شريط المحادثة يعطيكم العافية بلية الإجابات تصل ومعظم الإجابات هي إجابات صحيحة إذن شركة المقفلة هي أحد شركات الأموال إذن ننتقل إلى رقم أربعة الآن الشركة التوصية البسيطة أين ممكن أن يتم تقسيمها عزيزة الطالب هل هي ضمن شركات الأشخاص أم ضمن شركات الأموال ثلاثين ثانية للإجابة بدأت الإجابات ما شاء الله تصلنا ب ونحن نقرأ في السؤال تبتأ الإجابات تنهال علينا في فريق الدعم والمساندة يعطيكم ألف عافية ونتمنى دائما السرعة وليس التسرع حتى تكون الإجابة صحيحة نتريث في قراءة السؤال ومعرفة أين تكون إجابة بطريقة صحيحة إذن شركة التوصية البسيطة هي من ضمن شركات الأشخاص رقم خمسة الشركة القابضة أين موقع الشركة القابضة هل هي شركات الأشخاص أم شركات الأموال ننتظر منكم إجابة في شريط المحادثة والمدة ثلاثين ثاني بدأت الإجابات تصل ومعظم الإجابات هي إجابات صحيحة كما تعودنا إذن لهوة نجيب على السؤال طبعا الشركة القابضة هي أحد أنواع شركات الأموال التي تم ذكرها قبل قليل في المخاطط المطاهيمي الآن رقم ستة شركة المحاصة وممكن أن تدعى لها اسم آخر تسمى بشركة المحاصصة شركة المحاصصة أو المحاصصة كلها ما صحيح ولكن لا أصح هي شركة المحاصصة إذن خلال ثلاثين ثانية ما شاء الله وصلت الإجابات سريعا 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 يعطيكم العافية ولكن أيضا نترك مجال لبقية أخواننا وأحبائنا وأبنائنا الطلاب في الحل والإجابة على هذا السؤال إذن سؤالنا أين يمكن تصنيف شركة المحاصصة هل هي ضمن الأشخاص شركات الأشخاص أم شركات الأموال انتهى الوقت إذن شركة المحاصصة هي أحد أنواع شركات الأشخاص وذكرنا أن شركات الأشخاص مسؤوليتها غير محدودة أو معظم الأفراد فيها والأعضاء إلا هو مسؤولتهم غير محدودة فعلا لذكرت معظم لأن هناك نوع فقط واحد ضمن شركة التوصية البسيطة ويسمى بالموصي وهذا الموصي يكون مسؤوليتها محدودة أما الطابع العام والغالب على هالنوع قبل أن يسأني أحد منكم مع بعض الطلاب عن هذه أقول له ترى معظم هذه الشركات تتمثل في المسؤولية الغير محدودة ما عدا جزء بسيط ضمن شركة التوصية البسيطة ويسمى بالموصي إذن آخر نقطة وهي رقم سبعة الشركة المساهمة أين ممقع تصنيفها هل هي ضمن شركات الأشخاص أم شركات الأموال خلال ثلاثين ثانية يعطيكم العافية بدأت الإجابة تصلنا والإجابة كانت أيضا هي إجابة صحيحة إذن ننهي التصنيف بأن المشركة المساهمية هي أحد بل هي أهم شركات الأموال وأيضا هنا معلومة تعقيبا على ما تم تعقيبه عليه سابقا في شركات الأشخاص أيضا شركات الأموال معظم أعضاء هذا النوع من الشركات هم أو الشركة عفوا هم لهوذات مسؤولية محدودة ولكن هناك جزء بسيط ضمن شركة التوصية بالأسهم واللي راح إن شاء الله أمر عليه إذاك لا نسبق الأحداث تكون مسؤوليتهم غير محدودة لذلك الطابع العام على هذا النوع هو المسؤولية المحدودة إذن ننتقل إلى الأنواع الآن راح نمر على الشركات بالتدرج بالأربع شركات طبعا تكرنا أن شركات الأموال بها وهو الهدف الأول عرفناهم الشركة المساهمة شركة التوصية بالأسهم وأيضا الشركة المقفلة وأخيرا الشركة القابضة نبدأ مع أول نوع من أنواع شركات الأموال وهي الشركة المساهمة فنتمنى منكم عزيزي الطلاب وكما تعودنا معكم أن تكون حاضرا ذهنيا عديت اللهوة معدات الأقلام بما تحتاجه وأيضا الأوراق نحتجنا لتسجيل الملاحظات ومن أهمها ما راح يذكر لك الآن عزيزي الطالب في هذه شراح القادمة نبدأ مع الشركة المساهمة ولما تتكون طبعا هي تتكون مثل ما ذكرنا دائما شركات تتكون من اثنان أو أكثر إذن مثل ما شفنا الآن ظهر أمامي في شريحة العرب اثنان أو أكثر وكل الشركات أحباء الطلاب هي تتكون من اثنان وأكثر معدى الشركات أو المشروعات الفردية إذن أيضا هنا النقطة المهمة هنا لا تتناول يعني العلاقة التي تكون بين الشركة ليست حصة في رأس المال إلا هو ولكن هي عبارة عن أسهم قابلة للتداول بمعنى أنا أقوم بشراء مجموعة من الأسهم في أي شركة راح أكون شريك في هذه الشركة وتختلف أسعار هذه الأسهم بحسب طبيعة الشركة أيضا المشاركين في هذا النوع يعني مجرد أن تقوم بشراء هذا السهم من هذه الشركة راح يطلق عليك مسمى مساهم والمجموعهم مساهمين إذن هنا تتكون من مساهمين بعكس شركة التضامن والتي كانت تتكون من ما يسمى بالمتضامنين هنا لا يتسمى بالمساهمين ما ميزة وما التزامات هذا النوع من المساهمين وهو النقطة الأخيرة وهي مسؤولياتهم محدودة جميع أعضاء هذا النوع من الشركة واللي يسمون بالمساهمين التزاماتهم محدودة إذن الآن عرفنا أربعة مكونات رئيسية لتعريف اللهوى الشركة المساهمة الآن نترككم إلى النشاط الثاني إذن عزيز الطالب بما اكتسبتهم من معارف خلال هذا الدرس المطلوب منك عزيزي عرف الشركة المساهمة ممكن أستخدم ما هو موجود الآن كنقاط مهمة ومفاتيح لكتابة اللهوى التعريف وأتمنى أن يكون بسلوبك الخاص عزيز الطالب إذن خلال دقيقة أنتظر منك إجابة تعريف الشركة المساهمة فتفضلوا للإجابة إذن المطلوب عزيز الطالب تعريف الشركة المساهمة بسلوبك الخاص وممكن أن تستعين بما هم موجود في الصورة الظاهرة أمامك في التعريف ننتظر منكم الإجابة في شريط المحادثة طبعا برية الإجابات تصلنا ومعظمها إجابات صحيحة يعطيكم العافية ننتظر بقية الطلاب طبعا المطلوب تعريف الشركة المساهمة بأسلوبك الخاص طبعا الملاحظة مهمة من فريق الدعم والمساندة طبعا بعض الطلاب ويعطيهم العافية ذكر التعريف ولكن التعريف يحتوي على أركان جوهرية لا بد أن تذكر حتى لا يفقد من قيمته لأنه ممكن عنده حذف جزء من اللهوة التعريف قد يتغير المسمى إلى شركة أخرى وهذه هي الفوارق الموجودة بين الشركات فلا بد أن يحتوي على هذه العناصر الأربعة اثنان أو أكثر قابلة للتداول مسؤولية محدودة وكلمة مساهمين لو أنت اختضرت من جزء من هذا قد يتحول إلى نوع آخر بمثال لو أنا حذفت كلمة مساهمين قد تعرف هذا النوع بأنها شركة تضامن فبالتالي يجب أن نوضح أو نضع الأركان ومفاتيح اللهوة التعريف التي تعودنا أن نذكرها في الحصص السابقة وأيضا في هذا الدرس إذن نشكركم على اللهوة التفاهمكم إن شاء الله نرى في الأنشطة القادمة إجابة كاملة إذن الآن رح نعرض الإجابة لتعريف شركة المساهمة إذن مثل ما ظهر أمامنا الآن وفي أسفل الصورة شركة تتألف من اثنين وأكثر وهذه تم أخذها من النقطة الأولى أيضا يكتبون فيها بأسهم قابلة للتداول ما يمنيز هذا النوع من الشركات إنها أسهم وقابلة للتداول طبعا ما معنى قابلة للتداول للتوضيح قبل سؤال أي طالب قبل سؤال أي أحد من أحبائنا الطلاب طبعا قيمة قابلة للتداول أن لكل للمواطنين حرية أخذ هذا السهم أو أن يكون شركة في هذه الشركة يعني يوم الأيام أنت ترغب أن تكون أحد الشركاء المساهمين طبعا لازم أن تكون الشركة مساهمة فمجرد أن تتوجه إلى أي منطقة تباع فيها الأسهم الخاصة بهذه الشركة سواء داخل الشركة أو تم وضع نقاط خارج الشركة وتطلبها بحسب المبلغ الذي لدي لن يكون هناك معارضة لك ولن يكون هناك رفض إذا كانت الأسهم متوافرة لديهم فهذه يسمى قابلة للتداول طبعا سنمر إن شاء الله ونعرج على نوع آخر غير قابل للتداول إذن الآن قابل للتداول أي تطرح لكل الناس ولهم حرية شراءها أو عدم الشراء ويكون الشركة فيها أيضا الميزة مسؤولين مساهمين عن ريون الشركة إذن كلمة مساهمين ومسؤوليتهم شنو عن ريونها بقدر قيمة أسهمهم يعني بقدر حصتهم أو أسهمهم من رأس المار هذه هي تعريف الشركة المساهمة ونتمنى أن نوفقنا في توضيح الفكرة الآن ننتقل إلى مزايا وعيوب هذا النوع من الشركات إذن أخذنا في الدروس السابقة مزايا المشروعات الفردية وعيوبها ثم انتقلنا إلى اللهوة مزايا شركة التضامن أيضا كان لها مزايا وعيوب اليوم راح نختمها بآخر نوع من المزايا والعيوب في النوع الثالث وهي الشركة المساهمة إذن مع مزايا وعيوب الشركة المساهمة وهو الهدف الثالث إذن حققنا الآن الهدف الأول والهدف الثاني الآن ننتقل إلى الهدف الثالث وهو التمييز بين المزايا والعيوب ولكن قبلها نذكر ملاحظة جدا مهمة لو انضم شريك جديد في شركة المساهمة ما هي التزامات هذا الشريك طبعا تختلف عن شركة التضامن إذن ضم شريك جديد للشركة كان غير مسؤولا بما أنها شركة ذات مسؤولية محدودة هذه هي الميزة في هذه الشركة يكون غير مسؤولا مع باقي الشركاء يعني مو بس هو أهوى والشركاء الآخرين مسؤولين بقدر حصتهم من أسهم الشركة لذلك هي أقل خطورة من شركة التضامن من حيث تحمل المسؤولية في سداد الديون ونتذكر في التضامن كانت الديون السابقة واللاحقة هنا في شركة المساهمة لا فقط اللاحقة ولكن بقدر حصته وليست السابقة إذن أنهينا المعنى ننتقل إلى المزايا والعيوم من دون تأخير إذن شركات الأموال لها مزايا ولها عيوب نبدأ باللهوة على المزايا وثم نطبق إن شاء الله النشاط إذن نحتاج إذن تسجيل هذه الملاحظات في دفتر الملاحظات أو أوراق الملاحظات أولاً هذه تتميز أيضاً بحالها حال شركات التضامن بأن لها قدرة على جذب الاستثمارات والموارد المغلية هذه أول اللهوة نقطة بما أنه هناك مجموعة كبيرة من الشركاء فعندهم قدرة أن يتم جمع أموال كبيرة وهي ما تسمى بالاستثمارات النقطة الثانية طبعاً بلا شك كلما زاد عدد المشاركين الشركاء بمعنى أصح راح تكون هناك خبرات لكل اللهوة شريكة بالتالي هناك توافر مفرة في الخبرات الإدارية مفرة وهذه أيضاً تشبه شركة التضامن من حيث الميزة ثالثاً وهي التي تختلف عن شركات التضامن بأن مسؤوليات الشركاء في هذا النوع مسؤولية محدودة رابعاً وهذه تتبع النقطة رقم واحد توافر السيولة بين حسين الأموال تجد مبالغ جداً ضخمة في هذه الشركات بسبب القدرة على جد الاستثمارات نلاحظ أن توفير السيولة هي تكملة للنقطة الأولى خامساً وأخيراً عمر المنظمة بمعنى عمر الشركة غير محدود لأنها لا تعتمد على حياة ملاكها مثل الأهواء مشروعات الفرية وأيضاً شركة التضامن ذكرنا شركة التضامن لما يتوفى أحد الأشخاص صعب أن تنقل حصة الشريك إلى شخص آخر بسبب الثقة فبالتالي يتم إيقاف المشروع بينما في هذا النوع من الشركات فعمر المنظمة غير محدود حتى لا توفى أبعد الله وحفظكم إن شاء الله وأباءكم وأمهاتكم السوء حتى لا توفى صاحب الشركة راح مباشرة تستمر في عملها وتنتقل أسهمة إلى شخص آخر سواء الأبناء أو الورثة أو من يقوم بشراء هذه الأسهم أما من عيوبها إذن الآن أنهينا المزايا ننتقل إلى العيوب أول نقاط هو من عيوب هذا النوع من الشركات إجراءات إنشاؤها معقدة وليست كما كان في المشروعات الفردية أو شركات التضامن وقد تستغرق وقتاً جداً طويل من حيث القبول والموافقة والتصريحات الإدارية والسجل ووزارة الصحة وطيرها من هذه الأمور تأخذ وقت جداً طويل بحكم حساسية هذا النوع من الشركات أيضاً تخضع للرقابة العديد من الجهاد هناك أعداد كبيرة اللي هو تخضع لها هذا النوع من الشركات من ضمنها اللي هو مصرف البحرين المركزي يكون جد مسؤول عنها أيضاً الجهات الحكومية مثل ما ذكرنا وزارة الصحة وزارة التجارة والصناعة أيضاً تكون لهم دور بسبب أن هذه الشركات تحتوي من مزاياها سيولة كبيرة وقدرة جد وستثمارات وبالتالي هذا النوع من الشركات تكون مبالغة جداً جداً ضخمة وبالتالي لا بد من تحتاج إلى المتابعة حتى تحمي اللي هو أن تكون نطاء وحماية إلى المشاركين في هذا النوع من الشركات من ضياء أموالهم أيضاً من ضمن اللي هو العيوب تخضع حملة الأسهم للضرائب مرتين إذن هذه النوع من الشركات من عيوبها بأنها تفرض عليها الضرائب مرتان وليست مرة واحدة ما ذكره سابقاً ممكن أن لهو يتم خضعها إلى الضريب مرة واحدة إلا هذا النوع من أنواع الشركات راح تفرض عليه لهو نوعي من الضرائب وهو ذكرهم الآن في الشريط العيوب تفرض الضرائب على إيرادات المشروع أولاً راح تأخذ ضريبة على إيراد المشروع أيضاً راح تخضع الأرباح لضريبة الدخل بسبب انتقالها إلى الأفراد نفسهم إذن الآن ككتلة واحدة لما يكون المبالغ موجودة في الشركة راح تفرض عليها ضريبة باسم الشركة أيضاً لما توزع الأرباح على المساهمين مرة ثانية أيضاً هذا المساهم راح يقوم بالدفع مرة لهوة أخرى بالتالي وكأنما تم دفع مبلغ من هذه الشركة مرتان مرة لما كانت داخل الشركة ومرة لما انتقلت إلى الشريك أو المساهم إذن هذه هي المزايا والعيوب الآن أيضاً نعطيكم وقفة تأمل وقراءة متعنية بوقتها دقيقة حتى ننتقل إلى النشاط فنتمنى منكم القراءة المتعنية فتفضلوا ترجمة نانسي قراءة المتعنية إذن شارفت الدقيقة التأمل على الانتهاء إن شاء الله راح ننتقل مباشرة إلى النشاط فكونوا على الاستعداد انتهى وقت الدقيقة ومع النشاط التالي إذن أيضاً ما المطلوب أعزائي الطلاب بنشاط ضع مزايا وعيوب الشركة المساهمة في موقعها الصحي ومثل ما تعودنا نرجد المزايا والعيوب موجودين ومباثرين في الأعلى عزي الطالب ما عليك إلا أن ترتبها في موقعها الصحي سواء تحت مسمى المزايا أم العيوب وراح نبدأ مع رقم واحد ومثل ما تعودنا ونبدأ بالتدرج حتى لا يكون هناك ارباكل بالنسبة إلى طريق الدعم والمساندة إذن رقم واحد مسؤولية الشركة محدودة هل هي ضمن المزايا أحبائي أم ضمن العيوب ثلاثين ثانية للإجابة ما شاء الله يعطيكم العافية بدأت ما شاء الله الإجابات يعني تمر علينا بعدد جدا كبير فنعترب مرة أخرى للطلاب لم نستطع تقديم التغذية الراجعة بشكل سريع بما أن ما شاء الله العدد جدا كبير ويعني نحاول بقدر المستطاع أن تكون التغذية لمعظم الطلاب فنشكر فريق الدعم والمساندة على تقديم لهو التغذية الراجعة للطلاب إذن مع الإجابة الأولى ومعظم الإجابات كانت صحيحة لذلك ننطيل عليكم فيها إذن المسؤولية الشركة محدودة هي أحدى مزايا شركة المساهمة ننتقل إلى عمر المنظمة غير محدود عمر المنظمة غير محدود إذن الآن في رقم اثنين هل هي ضمن المزايا أم ضمن العيوب يعطيكم العافية إجابات صحيحة مع انتهاء الوقت إذن الآن أين تكون هالإجابة طبعا عمر المنظمة غير محدود هو من أهم مزايا الشركة المساهمة أيضا رقم ثلاثة تخضع لرقابة العديد من الجهات إذن هناك إشراف ومتابعة لعمل هذه نوع من الشركات إذن هل هي ضمن المزايا بالنسبة إلى ملاكها أم ضمن العيوب تخضع لرقابة العديد من الجهات يعطيكم العافية معظم الإجابات صحيحة ولكن ننتظر الزمن حتى ننهي النشاط أو الجزء من هذا النشاط انتهى الوقت إذن نتأكد من الجواب بلا شك رقابة هي ضمن العيوب رابعا توافر السيولة وذكرناها بين قوسين معناة توافر الأمال بكمية جدا ضخمة أي حجم رأس المال جدا كبير هل هي ضمن المزايا أم ضمن العيوب يعطيكم العافية إجابة صحيحة وهي ضمن المزايا ننتقل إلى النقطة الخامسة إجراءات إجراءات إنشاؤها معقدة تحتاج إلى وقت جدا طويل حتى يتم الموافقة عليها وتأسيسها من قبل الشركاء هل هي ضمن المزايا أم ضمن العيوب خلال ثلاثين ثاني يعطيكم العافية بدأت الإجابات تصل في شريط المحادثة وكل تقريبا الإجابات إجابات صحيحة إذن ضمن العيوب إذن إجراءات إنشاؤها معقدة هي أحد العيوب توافر الخبرات إدارية مختلفة ومتنوعة هل هي ضمن المزايا أم ضمن العيوب ننتظر إجابتكم في شريط المحادثة إذن يعطيكم العافية إجابة صحيحة ضمن المزايا ننتقل إلى رقم ستة القدرة على جد الإستثمارات والموارد المالية هل هي ضمن المزايا أم ضمن العيوب ننتقل إلى جدد المزايا تشبه يعطيكم العافية إجابة إجابة صحيحة طبعا نعتذر ممكن تخطينا ستة إلى سبعة مما العكس صحيح فلا لا يوجد هناك أي مشكلة فيعطيكم العافية النقطة الأخيرة تخضع حملة الأسهم للضرائب مرتان النقطة الأخيرة والتي سنختم بها النشاط المزايا والعيوب تخضع حملة الأسهم للضرائب مرتين وذكرناها لهوة وتم توضيح متى يتم تحصيل الضرائب سواء مع بداية الإيرادات وتحصيلها من قمل الشركة أو عند استلامها من قبل الشركات كربح بدأت الإجابات تصل ويعطيكم العافية معظم الإجابات كما زودني بها فريق الدعم ساونة هذا هي إجابات صحيحة فشكرا لكم من أعماق القلب على تفاعلكم وحرصكم الشديد على اللهوة استقاءة المعلومة والحصول على المعلومة إذن مع النوع الأخير عفوا وهو ضم اللهوة العيوب تخضى حملة الأسهم هي أحدى عيوب الشركة المساهمة إذن بذلك أنهينا الهدف الثالث وهو التصنيف المزايا والعيوب ننتقل إلى تكملة القصة من الأنواع الثلاثة المتبقية ومن ثم الحالات المتعلقة بأنواع الشركات فأيضا نحتاج أن تكون مستعدة في تسجيل الملاحظات مع الشركة التوصية بالأسهم إذن نبدأ مع عرض هذا النوع أولا أيضا هي تتكون من اثنان وأكثر وقلنا سابقا جميع الشركات تتكون من اثنان وأكثر ولكن هنا لها نوعان لها قسمان من الشركاء القسم الأول هم شركاء متضامنين إذن رجعت أنواع الشركات المتضامنين واللي كان موجودة ضمن شركات أشخاص أيضا هنا ولكن خلنا نتابع ملتزاماتهم ومن نوع أو الشريك الثاني إذن النوع الأول هم شركاء متضامنين ذلك يسمى الشريك متضامن أما النوع الثاني وهو شركاء مساهمين وليست شركاء مصموصين هذا الفرق بينه وبين شركة التوصية بالأسهم إذن شركاء متضامنين وشركاء مساهمين أيضا نلاحظ التعريف شركة تتألف من شخصين أو أكثر متضامنين ومسؤولين عن التزامات الشركية يعني التزاماتهم جميعهم غير محدودة وبين شريك أو أكثر مساهمين وخارجين عن إرادة إدارتها طبعا إذا كانوا متضامنين وهم يتحملون المخاطرة فبالتالي هم الأصحاب القرار في الشركة أما المساهمين فيكونوا خارج عن إدارتها لأنهم راح فقط يتحملون مسؤولية الديون بحسب حقصتهم من رأس المال وهذا ما أنهى في لهوة شرح التعريف إذن شركاء متضامنين بمعنى مسؤولين عن جميع التزامات الشركة بينما النوع الثاني مسؤولين عن التزامات الشركة بقدر حصتهم وخارج عن الإدارة إذن شركة توصية بالأسهم قد تتشابه مع شركة التوصية باللهوة البسيطة ولكن تختلف في اسم الشريك هناك الشريك يسمى موصي أما هنا في يسمى الشريك مساهم وموقعها تعت شركات الأموال أنهينا الآن الشركة التوصية بالأسهم الآن ننتقل إلى النشاط الثالث وهو عملية دمج اللي هو بين ما تعلمناه خلال هذا الدرس والدرس السابق وهي مقارنة بين شركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم فإلى النشاط بما اتسبته من معارف خلال هذا الدرس والدرس السابق قارن بين شركة التوصية البسيطة والشركة التوصية بالأسهم في كل ما يلي علمنا بأننا نقلونا بشرح جزئية مهمة أثناء الدرس اليوم أولا شركة التوصية البسيطة طبعا راح ناخذهم خطوة خطوة نوع الشركة توصية البسيطة إلى تحت أي نوع من أنواع الشركات تنقسم يعني هل هي تحت اسم شركات الأموال أم شركات الأشخاص وأيضا شركة التوصية بالأسهم الآن المطلوب النوع الأول شركة توصية البسيطة تندرج تحت أي نوع من أنواع الشركات وهل هي شركة أموال أم شركة أشخاص ننتظر منكم الإجابة في شريط المحادثة إذن النوع الأول وأتمنى الكتابة بشكل كلي يعني تذكر لي شركة توصية البسيطة النوع مثلا شركات الأموال شركات توصية بالأسهم واذكر لي نوعها أو الإله تحت تندرج فيه إلا هو إجابة واحدة حتى نسرع فيه إلا هو الحل فتفضلوا معذرون على تغيير طريقة حل السؤال إذن المطلوب بشكل كلي النوعين مع بعض طبعا ونحن نذكر الأسئلة بلئة الإجابات تتواصل أو تصلنا في شريط المحادثة يعطيكم ألف عافية ولكن نترك مجالة اللي هو أبنائنا البقية من الطلاف الإجابة يعطيكم العافية سابقا في التعريف من كم عددهم؟ بكم عددهم؟ اللهوة وهذا كانت جزء من تعريف للتوضيحية كانت جزء من تعريف الأنواع ككل يعني كل شركات كانت تتميز بهذه اللهوة النوعية طبعا ممكن أن يكون المقارنة متشابهة وليس بالضرورة أن تكون هناك اختلاف إذن عدد الشركاء ننتظر منكم الإجابة كم عدد الشركاء في شركات توصية البسيطة وأيضا في شركة التوصية بالأسهم؟ يعني أقل عدد ممكن أن تكون فيه هذا النوع من الشركات حتى نوضح أقل عدد ممكن من هذا النوع يعطيكم العافية بدأت الإجابات تصل على شريط المحارثة وهي إجابات صحيحة إذن الإجابة اثنان وأكثر يعني لو كتب الطالب ثلاثة أربعة خمسة اضع أي عدد آخر راح تكون أيضا إجابة صحية بما أنه ذكر أكثر من اثنان إذن الأصح وهو اثنان أم أكثر أيضا شركة توصية بالأسهم لها نفس المقارنة أي متشابهان اثنان وأكثر أنواع الشركات ما هم أنواحهم ما مسمى أنواع الشركات فيها ذكرنا أن هناك مجموعتان المجموعة الأولى تطلق عليها كذا المجموعتان تطلق عليها كذا أذكر لي فقط النوعان في كل من النوع لو النوع الثاني والسؤال الأخيرة سأتركه وأجيبه معكم بشكل مباشر حتى لا نقع في اللبس إذن الآن أنواع الشركة ما أسمى أو مسميات هذه الأنواع طبعا في شركة توصية البسيطة هناك نوعان في التوصيل بالأسهم للتوضيح هناك أيضا نوعان ولكن المسميات قد تختلف في جزية واحدة أو في نوع واحد للتوضيح تفضلوا للإجابة طبعا بدأت الإجابة تصل يعطيكم العافية على هذا الجهد والتفاعل المستمر من بداية الحصة حتى نهايتها فلكم ألف شكر ولكم قبلة مني إذن أنواع الشركة النوع الأول طبعا متضامنين وموصين أو متضامن وموصي هذا الشركة التوصية البسيطة بينما شركة توصية بالأسهم هناك متضامن وهناك المساهم بينما مسؤولية الشركة راح لا تكون هناك اختلاف ولكن مسمى يختلف ذلك راح أعرض الجواب مباشرة وأتمنى عز الطالب أن يكون حاضرا في ذهنك أما المتضامنين فغير محدودة مسؤوليتهم غير محدودة بينما الموصين مسؤوليتهم محدودة أما في الشركة التوصية بالأسهم فنفس العبارات ولكن مسمى الشريك فقط يختلف نلاحظ هنا المتضامنين غير محدودة ولا تختلف عن شركة التوصية البسيطة ولكن فقط في المسمى هنا الشركة التوصية بالأسهم مساهمين وأيضا مسؤوليتهم لا تختلف وهي محدودة إذن فقط اسم الشريك يختلف والنوع الشركة أيضا يختلف وهو رقم واحد ورقم أربعة وبالتالي أنواع الشركة راح يكون هناك اختلاف في المسمى إذن بذلك أنهينا المقارنة نتمنى أننا وفقنا في التوضيح الجوهري المهم بين التوصية البسيطة والشركة التوصية بالأسهم إذن مباشرة ننتقل إلى النوع الثالث وهي الشركة المقفلة وهي أيضا شركة مساهمة يعني اتزاماتها محدودة فما نوع وما مسمياتهم طبعا أولا عدد من الأشخاص بمعنى تتكون من اثنان وأكثر لذن لم يختلف لما ذكر عدد من الأشخاص بمعنى أكثر من اثنان أيضا أسهم قابلة للتداول ولكنها هنا نقطة المهمة ولكنها لا تطرح للكتاب العام إذن لا تطرح للجمهور إذن من فقط يتم تخصيصها إلى ناس معيني يعني لكون هناك شرط معين حتى تستطيع الحصول على هذا النوع من الأسهم مثال كبسيط لأحد الشركات اللهوة حتى يكون تضح الصورة يعني ممكن يأتي أبناء أحد اللهوة التجار على سبيل المثال شركة كانو مثلا على سبيل المثال وهذا النوع من الأسهم فقط المراد منها كالأب أو مالك الشركة يريد منها أن تتم اللهوة توارث أو تناقل هذه اللهوة الأسهم فقط لأبناء هذه العائلة فيضع شرطا ضمن اللهوة الغرفة التجارة وتبع الوزارة بأن فقط من يحمل اسم كانو له الحق في شراء هذا السهم فبالتالي الآن ليست لكل الناس أصبحت هناك شرط محدد من يحمل اسم كانو له الحق الحصول أو شراء السهم فبالتالي تصبح مقفلة وهناك الكثير من هذا الأنواع ونحن في غنى عن الذكر لأنه راح يطير المقام في الشرح فقط حبي أذكر مثال واحد مثل ما ذكرتها سابقا إذن قابل التداول ولكن ليست لكل الجمهور أيضا مثال على ذلك شركة بابكو شركة بابكو طبعا هي التابعة للحكومة ولكنها مقفلة إذن لا يحق للمواطنين أو كل الناس الحصول على أسهم داخل هذه النوع من الشركات وبالتالي وصلنا إلى التعريف إذن هي شركة مساهمة يعني تزاماتها محدودة ولكنها مقفلة تتكون من مجموعة من الأشخاص لم يكن هناك اختلاف مع الباقي الأشكال هي اكتبون فيها بأسهم قابل للتداول إذن لا تختلف عن شركة المساهمة ولا تطرح هنا الاختلاف ولا تطرح للجمهور إذن ليست لكل الجمهور إذن مجرد أن تجد لا تطرح أعرف أنها شركة مقفلة إذن إلى النوع الرابع بعد أن هنا وضحنا الشركة المقفلة إذن النوع الرابع وهي شركة القابضة أيضا هي شركة ذات مسؤولية محدودة ولكن هذا أيضا تتميز بأنها اثنان وأكثر ولكن الهدف من إنشاؤها يعني الشركات الذين إنشاؤها هدفهم فقط ليست الاستثمار وبناء صناعة وغيرها لا الهدف منها أن تمتلك أسهم في شركات أخرى قسست حتى تقوم بشراء أسهم من شركات أخرى وإدارة الشركات الأخرى لما تستطلق نسبة أكثر من 50% من عدد الأسهم في شركات أخرى راح تكون هنا هي المسيطرة إذن لها حق إدارة الشركات الأخرى أيضا ممكن أن تقرض الشركات الأخرى بما أنها أصبحت هي الوكيل الرسمي عليها بعدما امتلكت أكثر من نصف عدد الأسهم لدى هذه الشركة أيضا كفالتها لدى الآخرين تتحمل مسؤولية كفالتها لدى الآخرين إذن فقط من هدفها هي تملك أسهم شركات أخرى وإدارتها ومسؤوليتها مثل ما ذكرت أيضا لا زالت محدودة إذن نلاحظ هنا الهدف من تأسيسها تملك أسهم في شركات مساهمة بحرينية وعلى سبيل المثال هنا ممتلكات واستثمارات البحرين هذه أحدى الشركات الرائدة في مملكة البحرين والتي لها حق التملك أسهم في شركات أخرى بذلك شباب أنهينا آخر نوع من أنواع الشركات في الوحدة الثانية الآن راح ناخذ التقويم وأهمها الأمثلة الحياتية وراح ننهي بها درس اليوم إذن أول وحدة فقط مطلوب منك تحدد نوع الشركات من أنواع التي مرت علينا سواء فردية مساهمة متضامنة وغيرها على حسب السؤال اغتنم محمد واثنان من أصدقاء فرصة شراء منزل معروض للبيع من قبل زميلهم بسعر مناسب فقاموا بشراه فورا بهلف بيعه والحصول على ربح مناسب وإذن هنا المفتاح الحل اقتنام الفرصة للتوضيع إذن أي نوع من أنواع الشركات ننتظر منكم الإجابة خلال ثلاثين ثانية بحكم الوقت ولا زال هناك ستة أمثلة إضافية إذن نسرع في الإجابة إذن أي نوع من أنواع الشركات أحتاج تذكر المسمى بدأت الإجابات تصل يعطيكم العافية طبعا معظم الإجابات صحيحة إذن نتأكد من الجواب شركة المحاصة اقتنام الفرصة هي شركة المحاصة إلى النوع الثاني كون محمد وجاسم شركة باسم شركة الآفاق للكمبيوتر فهما مسؤولان عن التزامات الشركة في جميع أموالها حتى الخاصة منها في أي نوع من أنواع الشركات؟ أي نوع من أنواع الشركات التي كانت التزاماتهم غير محدودة؟ وهو هذا السؤال هو السؤال التحدي بالنسبة لكم أحبان الطلاب ونتمنى أن تكونوا بقدر التحدي ننتظر الإجابة في شريط المحادثة بلد الإجابات تصلنا وإجاباتكم صحيحة طبعا نعتذر الإسراع في الأسئلة بحكم الوقت إذن بما أن التزاماتهم غير محدودة إذن هي شركة التضامن إلى السؤال اللي بعد مباشرة أسست نورة وشيخة وفاطمة شركة برأس مال وقدره مليون دينار بحريني وبعد الاكتتاب عرضوا أسهم الشركة على الجمهور للتداول عرضوا لجميع الناس إذن هي أسهم معروضة لجميع الناس إذن للتوضيح فما هو نوع الشركة؟ ننتظر منكم الإجابة لأن نلاحظ عرضت على جميع الناس وهي قابلة للتداول يعطيكم العافية نتأكد من الجواب بلا شك هي شركة المساهمة النوع الرابع قرر محمد رفعت شركة برأس مال قدره ستة آلاف دينار ولأنه لا يملك المال كافي قرر إشراك أخوته حسن محمد وسلمان في المشروع إلا أن موافقة سلمان كانت مختلفة عن البقية فأنه أراد أن يكون مسؤولاً عن تزام الشركة بقدر حصته في رأس المال هو الوحيد الذي أراد أن تكون حصته فقط بقدر المال أي لا تمتد إلى التزاماته إلا هو أو المتلكاته الخاصة إذن ما نوع الشركة هنا علماً بأنهم أخوان وتم تأسيس الشراكة بينهم فقط وهذا للتوضيح أيضاً يعطيكم العافية وصلت الإجابة إذن الجواب بلا شك هي شركة التوصية البسيطة خامساً بعد تخرج راشد من المحرد البحرين التضريب تخصصه إلكترونياً أسس له محل صغير لبيع الهواتف النقالة من يتذكر هذا النوع من المشاريع؟ فقط هو الوحيد الذي أسس له وهو المدير وهو البائع وهو مالك كل شيء وهو متخذ الإجرات وهذا للتوضيح ومتخذ القرارات عفواً في الشركة أو في هذا النوع عفواً من الأعمال إذن ما هو نوع الشركة طبعاً لا يجب التحديد يوضح بكلمة شراكة يعني شركة فقط للتوضيح إذن الإجابة إجابة صحيحة وهي المشروعات الفردية أو الشخص الواحد شركة نفط البحرين بابكو مملوكة بالكامل حكومة مملكة البحرين وذلك يجتمع الاستكتاب وغيرها وأيضاً من أهم نقاطها لا تطرح للجمهور إذن أين شركة نفط البحرين؟ طبعاً ليس بالحاجة أن أضيف ما هو موجود في الزوات فقط مجرد أن تذكر شركة نفط البحرين؟ إذن هي أي نوع وعلم أنها لا تطرح للجمهور؟ ننتظر منكم الإجابة يعطيكم العافية معظم الإجابات إجابات صحيحة باللا شك هي مقفلة مع آخر سؤال شركة دلمون للدواجن شركة مساهمة بحرينية تأسست عام 1980 بموجب قانون والتي كانت لحكومة مملكة البحرين دول الأساس وغيرها حتى يوصل إلى الطرف الأخير أو السطر الأخير وتتكون من نوعين من الشركاء الأول الشريك المتضامن في جميع التزامات الشركة والآخر مساهم بقدر حصته من الأسهم في رأس المال فما هو هذا النوع؟ ونختم به درس اليوم إذن وصلنا إلى السؤال الأخير إذن الإجابة بلا شك شركة التوصية بالأسهم هذا ما لدينا لدرس اليوم على أمل اللقاء فيكم في دروس أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر